التقرير يعني ممكن الواحد يتكلم عن نقطتين أو ثلاثة نقاط النقطة الأولى أنه الحالات في تزايد يعني مضطرد وكبير جدا جدا في جميع دول العالم يعني دول الشمال الكرة الأرضية يعني أمريكا وأوروبا وجزء من الشرق الأوسط وآسيا فهذه الدول اللي هو شمال الكرة الأرضية للدول اللي هو درجات الحرارة فيها يعني في فصل الشتاء وعمل طبعا التقرير برضو عامل مقارنة بشتاء عشرين وواحد وعشرين فأنه المعدلات أعلى من السنة اللي فاتت وده طبعا نذير بأنه يعني فيه ازدياد في معدلات انتشار المرض يعني مقارنة بالسنة اللي فاتت دي رقم واحد رقم اثنين كمان في ألمانيا كاتب أو قال أنه معدلات اللي هو الإيجابية ستة واربعين في المية يعني من عدد الفحوصات التم فحصها ستة واربعين في المية منهم حالة إيجابية ده معنات أنه معدلات الانتشار في المجتمع بشكل كبير جدا جدا تخيلي أنك أنت تمشي في مكان محدد وتفحص مية شخص ستة واربعين في المية منهم يطلعوا إيجابي مع عدد المجتمع نسبة عالية جدا جدا من المجتمع أنها إيجابية